اهلا بكم الى الاخبار من الميادين وفي عنوينها واشنطن تعتزم فرض مزيد من العقوبات على روسيا ودول اوروبية تطرد دبلوماسين روس على خلفية قضية بوتشا وموسكو تهارود لن نقف مكتوفي الايدي طهران تحمل واشنطن المسئولية عن توقف مفاوضات فيينا وتؤكد انها لن تنتظر الى الابد لاحياء الاتفاق النووي حاخامات متطرفون يقتحمون الاقصى والفلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال في باب العمود موسيقى حاكم مصرف لبنان ينفي افلاس البنك المركزي ويؤكد انه يمارس دوره رغم الخسائر في القطاع المالي موسيقى احتدام المنافسة بين 12 مرشحا الى رئاسة فرنسا وماكرون يتصدر استطلاعات الرأي وحظوظ مارين لوبان في ارتفاع دعا الرئيس الامريكي جو بايدن الى محاكمة نظيره الروسي فلاديمير بوتن بتهمة ارتكاب جرائم حرب في اوكرانيا بايدن توعد بتشديد العقوبات على موسكو مشددا على ضرورة مواصلة تزويد اوكرانيا بالاسلحة التي تحتاج اليها لمواصلة القتال تعرضت الانتقادات لانني وصفت بوتن بمجرم حرب حسنا لقد رأيتم ما حدث في بوتشا هو مجرم حرب لكن علينا جمع المعلومات علينا الاستمرار في تزويد اوكرانيا بالاسلحة التي تحتاج اليها لمواصلة القتال وعلينا جمع كل التفاصيل لتكون هناك محاكمة فعالية مختصة بجرائم الحرب هذا الرجل متوحش وما يحدث في بوتشا شائن وشاهده الجميع وزيرة الخارجية البريطانية لزيتراس دعت الى تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة اثر ما جرى في بوتشا مطالبة ايضا بدعم عسكري لاوكرانيا المملكة المتحدة تقدم المزيد من الاسلحة التي يحتاج اليها الاوكرانيون نحن نقدم الجيل الجديد من الاسلحة مثل الاسلحة المضادة للدبابات والصواريخ جافلين وانظمة ستارستريك المضادة للطائرات هذا واعلنت ثلاث دول اوروبية طرد دبلوماسيين روس على خلفية ما وصفته بالجرائم الروسية في اوكرانيا وقال مصدر في الخارجية الفرنسية بلاده ستطرد 35 دبلوماسية روسيا في وقت اعلنت فيه لتوانيا طرد السفير الروسي لديها كما قالت وزيرة الخارجية الالمانية بلادها قررت اعلان عدد كبير من المسؤولين في السفارة الروسية اشخاصا غير مرغوب فيهم في المقابل اكدت موسكو ان علاقاتها مع المانيا ستتدهور اكثر بعد قرار برلين غير الودي بطرد نحو 40 دبلوماسية روسيا واشارت الان الخطوة ستضيق المساحة التي تسمح بالحفاظ على الحوار بين البلدين الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريزا غروفا قالت ان اجراءات انتقامية ستلي ذلك القرار بسرعة وموسكو لن تقف مكتوفة الايدي وسترد على هذا العمل الشرير للآلة السياسية الالمانية وفق تعبيرها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال ان رفض الغرب الحوار مع روسيا كما ينبغي لا يؤدي الى شيء جيد هذا ليس في مصلحة احد واكد استعداد موسكو لحوار صادق لافروف استنكر الاتهامات التي توجه الى الجيش الروسي بانه يقتل مدنيين واكد خلال لقائه نائب الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية مارتين جريفث ان ما حدث في مدينة بوتشا هو هجوم وهمي هجوم وهمي اخر في مدينة بوتشا في منطقة كييف شن بعد مغادرة العسكريين الروس وفق الاتفاقية المعلنة عنها لقد جرى تنفيذ عمل درامي بعد اي من قليلة ونشره موثل اوكرانيا ورعاتهم الغربيون عبر جميع القنوات وشبكات التواصل الاجتماعي مع الاسف الشديد ان محاولة تسييس القضايا الانسانية وحتى تكاهن بها لا تتوقف طلبنا عقد اجتماع عاجل لمجلس الامن بشأن هذه القضية بالذات لاننا نرى ان هذه الاستفزازات تمثل تهديدا مباشرا للسلم والامن الدوليين قال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلنسكي انه اصبح من الصعب التفاوض مع روسيا بعد علمه بحجم الفضائع التي ارتكبتها القوات الروسية في بوتشا على حد قوله هذه جرائم حرب وسيعترف العالم بانها ابادة جماعية من الصعب جدا التحدث عندما ترون ما فعلوه هنا كلما اطالت روسيا الاتحادية امد الاجتماعات كان الامر اسوأ بالنسبة لهم وبالنسبة لهذا الوضع وهذه الحرب اذا تصعيد من اوكرانيا والغرب الاطلسي ضد روسيا بذريعة لمدنينا في بوتشا الكريملين ينفي والدول الغربية متمسكة بلغة العقوبات والتهديد من دون التوقف عند حقيقة ما جرى في بوتشا تصنفت ادوات التصعيد ضد موسكو وتوزعت لتبقى البروبغاندا الاعلامية هي الادات المفضلة لدى الساتذة الاستفزاز في اطار مؤامرة لتوجيه اللوم على روسيا الساتذة الاستفزاز او هكذا سمت سخاروفا واشنطن والنيتو على خلفية التنديد الغربي الفوري الذي اجتذبته الصور لعشرات الجثث والدمار الذي لحق بشوارع بوتشا في مقاطعة كييف وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مدل على ان الرواية جزء من خطط لتشويه سمعة روسيا بحسب الكريملين الذي كذب الاتهامات واصر على دعوة مجلس الامن للاجتماع لكشف زيف الادعاءات بحق الجيش الروسي ونشرت السفارة الروسية في جناف فيديو يضحض الرواية الغربية الفيديو يتحدث عن تلفيق ما جرى في مدينة بوتشا لتحميل روسيا المسئولية عن مجزرة قتل المدنيين هناك وبحسب الفيديو لم تجري الإشارة إلى جثث المدنيين سوى بعد أربعة أيام على خروج القوات الروسية من بوتشا في إشارة إلى أن الجثث كانت في حالة لا توحي بأنها متروكة منذ أيام في العراء اللافت أن التهديد والوعيد بتشديد العقوبات على موسكو والمحاسبة والتحقيقات التي لحقت بانتشار الصور من بوتشا جاءت بعد الدقائق الأولى من ظهور هذه المواد ما ألغى أي شك لدى المسئولين الروس عن هوية أصحاب الأمر سيناريو بوتشا يعيدنا إلى سيناريوهات سابقة للغرب الأطلسي في أماكن تدخله ولعل أبرزها سيناريو الهجوم الكيميائي في سوريا بل ويثبت هذا التصعيد أن اعتماد النيتو على نازية الجديدة هو عقيدة استخبارية عسكرية للحلف وقد سبق أن كشفت وثائق عن شبكات جيوش سرية للنيتو في أكثر من دولة وعن عمليات التخريب والقتل والتهريب ومخازن الأسلحة والمعتقلات وشبكات المنظمات النازية والفاشية المتورطة بالجرائم قال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أليكساندر شبوتين أن روسيا تهدف إلى حجد ستين ألف جندي احتياطي وسط الحرب الدائرة مع أوكرانيا واعتبر أن العامل الرئيسي المحفز لجنود الاحتياط هو الحوافز المادية يخضع العسكريون والرتباء والضباط الروس للتعبئة كما جرى تحديد المناطق الرئيسية للتعبئة وهي منطقة كراس نودار ومنطقة بيرم وجمهورية داكسان وإنغوشيتيا وكالميكيا العامل الرئيسي المحفز لجنود الاحتياط هو الحوافز المادية إضافة إلى ذلك يرى السكان الروس أن المشاركين في الحرب مع أوكرانيا يمكنهم تحسين وضعهم المالي من خلال ما يسمى الجوائز أي الصرقة والنهب وفي اليوم الأربعين لعملياتها العسكرية في أوكرانيا أعلنت روسيا قصفها قواعد أوكرانية وتدميرها مروحيات ومسيرات نتيجة غارات على مطار بالوفني في ضواحي ميكولاييف في الثالث من نيسان أبريل تم تأكيد تدمير ثلاث مروحيات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وأسقطت أسلحة الدفاع الجوي الروسية ستة طائرات من دون طيار في الساعات الأولى من يوم الرابع من نيسان أبريل تم تدمير مركز قيادة اللواء الآلي المنفصل الرابع والعشرين للقوات المسلحة الأوكرانية ومستودع الذخيرة في غارات جوية بالقرب من مدينة لستشانسك اتهمت طهران واشنطن بالمسؤولية عن توقف محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة أكاد أن الاتفاق بات قريبا لكن طهران لن تنتظر إلى الأبد لإحياء الاتفاق النووي وعن الحوار مع السعودية قال خطيب زادة أن بلاده مستعدة لاستئنافه داعيا الرياض إلى حل القضايا العالقة خطيب زادة قال أن على أمريكا اتخاذ قرارها السياسي فيما يخص حرس الثورة الذي يعيق كل محادثات فيينا وشدد للميادين على ضرورة رفع واشنطن الأفراد الحقيقين من قائمة الإرهاب ما بقي بيننا وبين أمريكا لا يمكن حصره في موضوع خاص محدد حيث يجب رفع الأفراد الحقيقيين القانونيين من قائمة الإرهاب لتتمكن إيران من الحصول على كامل امتيازاتها من الاتفاق الذي سينتج عن المحادثات واشنطن تسهل تغطية عدم اتخاذها لقرارها السياسي بتقديم رواية ناقصة عن هذا الموضوع الذي تحول إلى ملف داخلي لا يمكن للبيت الأبيض أن يتخذ قرارا بشأنه لذا يرمي الاتهامات على إيران من الأفضل لواشنطن أن تتخذ قرارها السياسي الذي يعيقه كل محادثات فيينا اقتحم حاخامات متطرفون المسجد الأقصى في خطوة استفزازية قبيل اقتحام متوقع لهم في عيد الفصح اليهودي لأداء الطقوس في باحات الأقصى المبارك والذي يصادف في منتصف شهر رمضان ومع الاستعدادات لتنفيذ الاقتحامات سلمت استخبارات الاحتلال خلال الأيام الأخيرة ما يزيد على عشرين فلسطينيين قرارات إبعاد عن الأقصى أو عن البلدة القديمة على وقع توالي العمليات الفلسطينية تكمل عملية السور الواقي التي نفذها الجيش الإسرائيلي ضد مخيمات الضفة الغربية ومدنها عامها العشرين وفي هذا الإطار كشف الإعلام الإسرائيلي عن إعداد خطة حينها لخطف رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات مخدرا وقتل كل من كان في محيطه منال إسماعيل والتفاصيل قبل عشرين عاما من الآن اجتاح الجيش الإسرائيلي مدن الضفة الغربية ومخيماتها في إطار عملية أطلق عليها اسم السور الواقي اليوم ولمناسبة مرور عشرين عاما على هذه العملية تعرض القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية سلسلة تقارير توثق الأحداث والقرارات التي سبقت العملية ورافقتها وتلتها الاستعداد لإبعاد رئيس السلطة الفلسطينية السابق ياسر عرفات عن المقاطعة في رامالله كان من أبرز الخطط التي كشفت عنها السلسلة لقد أعددنا عملية لإبعاد عرفات عن المقاطعة ووضعه على مروحية وإرساله بعيدا عن أرض إسرائيل وكان يفترض بجنود الجيش الإسرائيلي تنفيذ هذه العملية الأخطر فيما كشف أن إبعاد عرفات عن المقاطعة خطت له ليجري عبر الخطف مخدرا ولو كلف الأمر قتلى كل من في محيطه قبل عشرين عاما جلس جنود جولاني داخل مقر رئيسة الفلسطينية وخلف الحائط كان يجلس ياسر عرفات الذي كان لكل القيادة الإسرائيلية حساب طويل جدا معه وفي مقدمتهم الراحل أرييل شارون الذي بحث عن كيفية إخراجه من المعادلة ولهذه الغاية وحدتان خاصتان في الجيش الإسرائيلي أعدتا خطة عملانية لكيفية خطف ياسر عرفات قتل كل الأشخاص الذين في محيطه وإرساله مخدرا بعيدا عن المقاطعة وإنزاله مع قربة مياه وطبيبا في إحدى الصحارة المحيطة بنا نحن تلقينا هذه المهمة درسناها لنكون مستعدين لإخراج ياسر عرفات وعندما تكون مهمتك إخراج ياسر عرفات إخراجه حيا كيف تفعل ذلك؟ بأن كل ما يجب أن لا يكون حيا لن يعيش الكشف عن كواليس عمليات السور الواقع يأتي هذا العام على وقع ارتفاع وطيرة العمليات الفلسطينية الأخيرة التي أعادت إلى أذهان الإسرائيليين مشاهد قاسية أرادوا نسيانها وذكرتهم بأن العمليات الفلسطينية لم تصبح وراءهم وأنه لم يمر عليها الزمن بالرغم من كل الإجراءات الاستباقية والعمليات العدائية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن الإسرائيلية بحق الفلسطينيين إلى لبنان حيث قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أنه فهم من نائبه سعاد الشامي أن حديثه حول إفلاس الدولة كان مجتزا وأنه قصد بما قاله سيولة للملاءة حاكم مصرف لبنان رياس سلامة نفى ما يتداول به حول إفلاس المصرف المركزي وقال أنه بالرغم من الخسار التي أصابت القطاع المالي لا يزال المصرف يمارس دوره والموكل إليه وكان نائب رئيس الحكومة سعاد الشامي قد أعلن إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي وأشار في حديث إلى قناة الجديد إلى أنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمدعين الدولة هي بالأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان فيها مشاكل لم ينجل غبار أو سر إعلان نائب رئيس مجلس الوزراء سعاد الشامي أن الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان وأن الخسارة للأسف وقعت وبالرغم من أن الموضوع ليس جديدا إلا أن توقيته بالذات يستدعي سؤالا عما إذا آن أوان الارتطام الكبير الذي تحدث عنه الخبراء طويلا تصريحات أهالت المزيد من الركام على اللبنانيين الذين يأون تحت انهيار مخيف للقوة الشرائية والأزمات في كامل المرافق الخدمية الشامي سعى إلى استدراك كلامه في محاولة للتخفيف من تداعيته بالقول إنه أخرج من سياقه ولكن مهما يكن فإن ما قاله يعزز فرضية يتداولها الجميع وإذا كان من الطبيعي انتظار فصول الانهيار في لبنان فإن من غير الطبيعي تقاطع التهويل بالإفلاس الكامل وتبخر أموال المودعين والحصارة عبر الكابيتال كونترول مع تهويل سياسي تبدى في كلام البطريارك الماروني بشار الراعي حول المؤتمر الدولي والتدويل كحل تجاوزا لاتفاق الطائف الذي وصفه بأنه كان بإرادة دولية وأن نصف الشعب اللبناني كان ضده هل هو ضغط انتخابي يمارس أم هي استعادة للإستراتيجية التي طالما تم التعبير عنها من قبل لبنانيين يرون أن إنقاذ لبنان مرهون بالتدخل الدولي لدرء خطر خارجي مزعوم مع التركيز على موضوع جانبي يتناول الهوية السياسية للوطن متجاوزين الضرورات بمعالجة فورية للحد من الانهيار والإفلاس في لبنان حيث تتقاطع المشاريع الداخلية بالخارجية وأخطرها مساومة الشعب اللبناني على استقلاله وعروبته وموقعه في المقاومة ورفض التطبيع لا شيء متروك للصدفة فحديث الإفلاس العام والخطر الخارجي والتدخل الدولي يلزمه إطار تفضل به مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومارجاه مذكرا اللبنانيين بأن أزمة لبنان هي من ضمن ثلاث أسوأ أزمات في العالم وعلى وقع الأزمات الاستثنائية التي يعيشها لبنان داخليا وخارجيا يستعد اللبنانيون لانتخابات تشريعية في آيار مايو المقبل برلمان لبنان 2022 لن يكون مجلس نواب عادي بل سيكون برلمان الخيارات ما يجعل الاستحقاق البرلماني هذه المرة في غاية الأهمية محمد بو عبد الله والتفاصيل مقبل لبنان على انتخابات نيابية وليست كأي انتخابات في أي بلد آخر فللبلد خصوصياته في محيطه الإقليمي كما هي خصوصياته في داخله تجعل انتخاباته ولا سيما المقبلة أكثر من مهمة انتخابات لبنان الوشيكة هي انتخابات الخيارات كما هو البلد على الدوام كيان الخيارات قبل أن يكون بلد الصراعات فالانتخابات هي الفيصل في الحسم داخليا وفي تحديد موازين القوى خارجيا فلبنان مرتبط بالخارج كما بات يعرفه القاس والداني كأن شريان حياته هو ذاك الخارج بما فيه من جوار جامع للتناقضات الجيوسياسية إذ يحيط به شقيق كبير ومن خلفه عدو خطير وعلى نحو مباشر قد يتأثر لبنان والإقليم بعالم يلتهب أزمات وصراعات فتكون الانتخابات هي السبيل الأنجع تجنبا لانزلاقه إلى ما يهدد الدولة والمجتمع بانقساماته الداخلية هي كذلك للإصلاح داخليا وتجنب الفوضى قبل أن تبلغ الانقسامات حدود التهديد وهي المرجعية في خيارات لبنان وهو الآن قد بات في حاجة إلى برلمان الخيارات ولا مناصة من استحقاق انتخابي كهذا في زمن يكتسي أهمية بالغة وهو المتدافع بصراع الإرادات وتميزه الحروب على امتداد القارات حيث لم تعد في أمان منها حتى أوروبا فلبنان إذن مقبل على انتخابات حاسمة لخياراته داخليا وخارجيا مديرة مكتب الميادين في بيروت أوغاريت دندش معنا في الستوديو نرحب بك أوغاريت لبنان مقبل على انتخابات مهمة انتخابات الخيارات وربما انتخابات صعبة كيف يبدو المشهد كيف يستعد اللبنانيون لهذه الانتخابات لا شك أن المشهد في لبنان اختلف يعني اليوم المشهد مختلف عما كان عليهم منذ أشهر وربما هذا التفصيل الذي يجب أن نتوقف عنده الذي يتعلق تحديدا بمدى اليوم السؤال المطروح والأهم هل ستجري الانتخابات في موعدها هذا السؤال المطروح ليس فقط بالنسبة للظروف لبنان ولكن أيضا فيما يتعلق بالخارج الذي يعني منذ سنوات منذ الحراك الشعبي الذي بدأ عام 2019 كان هناك هذا الحديث عن التغيير الذي ستحدثه انتخابات نيابية مبكرة اليوم وصلنا إلى الانتخابات النيابية وتبين على الأرض أن حجم التغيير أو القوى التي أريد منها التغيير بين المزدوجين هي ليست كما تم تصويرها للغرب وبالتالي كان هناك تغيير في هذا الموقف تجاه الانتخابات وبالتالي هل ستجري الانتخابات في موعدها؟ المؤشرات كلها تشير إلى أن هذه الانتخابات ستجري في موعدها هذا السؤال ما زال مطروح حتى الآن مع قرب الموعد طبعا مع قرب الموعد لأن الحديث اليوم ليس فقط عن أمكانية إجراء هذه الانتخابات أمكانيات اللوجستية إنما يتم الحديث طبعا وراء أو خلف الكواليس عن ما هو الممكن لتعطيل هذه الانتخابات قد يكون بعبر ضغط اقتصادي اليوم على سبيل المثال إذا وصلت سعر شريحة البنزين إلى أكثر من مليون ليرة هل يمكن للبنانيين أن يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع؟ قد يكون هذا أحد وسائل الضغط هناك أيضا المسألة الأمنية يتم الحديث أيضا في الكواليس هل هناك حدث أمني ممكن أن يوقف هذه الانتخابات؟ ولماذا؟ لماذا؟ لأنه في الواقع اليوم الانتخابات النيابية التي من المفترض أن تجري في موعدها ستكشف عن التوزيع الحقيقي لقوة على الأرض وهذا ليس حديث في التحليل السياسي إنما بالأرقام القانون الانتخابي الذي أجريت الانتخابات على أساسها عام 2018 أصبح بالإمكان وهذا أمر مؤسف إلى حد ما أصبح بالإمكان بعد أن تتضح التحالفات الانتخابية أن يتم توقع شكل المجلس النيابي المقبل بالأكثرية يعني بعض المقاعد قد تبقى غير واضحة كيف سيتم حسمها ولكن الأغلبية في مجلس النواب تصبح واضحة بعد أقل من ساعة يعني سيتم إقفال باب تشكيل اللوائح في وزارة الداخلية اللبنانية وسيتم إعلان اللوائح النهائية وبالتالي يمكن من خلال هذه اللوائح توقع في معظم الدوائر الخمسة عشر كيف سيكون شكل المجلس النيابي المقبل انطلاقا من هذا الأمر الأرقام توحي بأن حلف المقاومة هو اليوم المنتصر لعدة أسباب منها أولا الدعاية والتصريحات النارية التي رافقت السنوات السابقة والتي أوحت بتغيير ما وثانيا الحديث بأن التحالف الذي كان قائما في الانتخابات الماضية لن يبقى صامدا في معظم المناطق المقصود به طبعا التيار الوطني الحر وحزب الله ولكن اليوم انضم إليهم حركة أمل في معظم الدوارة الانتخابية حلف قوي واضح المعالم يبدو الفريق فريق المقاومة وحلفائها هو الأكثر استعدادا للانتخابات النيابية هو الأكثر قدرة على يعني التعاطي مع جمهوره ومعرفة جمهوري وتحديد جمهوره بينما الفريق الآخر الانقسامات التي أثرت بها عدة عوامل أبرزها انسحاب الرئيس سعد الحريري ثانيا ليس فقط الانسحاب سيؤثر بشكل مباشر على الحلفاء إنما أيضا يعني مثلا على سبيل المثال أطرح الوزير وليد جمهوره سيكون متضررا أكبر من هذا الانسحاب ولكن في المقابل الوزير جمهوره يستطيع اليوم الكتلة السنية أن يجتذبها في بعض المناطق لا سيما في الأقليم في المقابل القوات اللبنانية اليوم ليست فقط خسرت هذا التحالف إنما هناك بعض إذا صح التعبير بهذه التسمية العداء من الشارع شارع المستقبل باتجاه القوات اللبنانية بسبب ما حصل خلال المرحلة الماضية وموقف قائد القوات اللبنانية والقوات اللبنانية من رئيس سعد الحريري وبالتالي الصورة اليوم في لبنان إلى حد ما هي واضحة المعالم فيما يتعلق بإجراء الانتخابات بتفاصيلها داخليا أما فيما يتعلق بالخارج فهناك عدة عوامل منها عودة التدخل السعودي من خلال التواصل مع الكثير من المرشحين ربما السعودية وصلت إلى الاستنتاج أن القوى التي دعمتها وهي القوات اللبنانية لا تستطيع أن تحقق لها المشروع وأن الأمة الخارج الذي عول على ما سمها المنظمات المجتمع المدني والحراكة مجموعات الحراك تبين أنها ليست بالحجم التي حاولت أن توحي به طوال هذه السنوات وبالتالي لا تستطيع فعلا أن تنفذ هذا المشروع في المقابل هناك توافق أو بوادر توافق من خلال مواقف بعض الدول الخليجية تجاه لبنان بدأ بيئة تغير بعض الاتصالات التي تجري وبالتالي هذا الفريق الذي خاض المعركة السياسية وبدأ المعركة الانتخابية تحت شعار واحد يجمع كل الأطراف المواجهة لخصوم المقاومة تحديدا وهو معادات الحزب والتحديث عن سلاح حزب الله اليوم هؤلاء وإن كانوا لا يحملون مشروعا في المواجهة إنما هي مشاريع فقط هذا الخطاب يجمعهم ماذا سيحملون في المرحلة المقبلة فيما كان الاتجاه باتجاه التوافق خارجيا طيب الآن سنتعرف على عدد المرشحين في هذا التقرير للانتخابات النيابية اللبنانية وذلك بعد إغلاق باب الانسحاب وما هي الدائرة التي شاهدت العدد الأكبر من المرشحين في هذا العرض للزميلة مريم عثمان أهلا بكم مشاهدين ألف ومرشح بينهم مائة وتسع وأربعون سيدة هو العدد الذي سيخوض الانتخابات النيابية المقبلة في لبنان بعد انتحاب اثنين وأربعين مرشحا قبل أقفال باب الانتحاب رسميا في الثلاثين من أذار مارس الماضي وكان عدد من قدم ترشيحه للانتخابات النيابية قد بلغ ألفا وثلاثة وأربعين مرشحا في جميع الدوائر الانتخابية بينهم مائة وخمس وخمسون امرأة وهو العدد الأكبر من المرشحين في السنوات الخمسة عشرة الأخيرة اذ ترشح تسعمائة وستة وسبعون بينهم مائة وإحدى عشرة امرأة في انتخابات الفين وثمانية عشر فيما ترشح سبعمائة واثنان بينهم اثنتا عشرة امرأة عام الفين وتسعة وأربعمائة وأربعة وثمانون مرشحا بينهم ستة عشرة امرأة في الفين وخمسة يخوض هؤلاء المرشحون المعركة الانتخابية على مائة وثمانية وعشرين مقعدا والتي تبدأ عند المختربين في السادس والثامن من أيار مايو المقبل وعند المقيمين في الخامسة عشرة من أيار مايو المقبل دائرة الشمال الثانية حلت في المرتبة الأولى من حيث عدد المرشحين بمائة وسبعة وثلاثين مرشحا تليها بيروت الثانية بمائة واربعة عشر مرشحا على الرغم من عزوف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وتيار المستقبل عن المشاركة في الانتخابات لتأتي دائرة أشوف عليك كثالث دائرة بعدد المرشحين الذي وصل إلى تسعة وتسعين مرشحا وهو ما يدل على تشكل عدد كبير من اللوائح في هذه الدوائر في الرابع من الشهر الحالي تنتهي مهلة تسجيل القوى والأحزاب السياسية والتيارات للوائحها الانتخابية التي ستخض على أساسها المعركة الانتخابية وهنا تجدر الإشارة إلى أن أعداد المرشحين قد ينخفض باعتبار طلبات المرشحين غير المنوويين في لوائح انتخابية ملغات وبالعودة للزميلة وقاريد دندش ربما السؤال أنه لماذا هذا العدد الكبير من المرشحين لهذه الانتخابات قياسا بالانتخابات السابقة نتحدث عن ألف وتقريبا ثلاثة وأربعين مرشح طبعا السبب الأساسي إذا ما نظرنا إلى أعداد المرشحين في المحافظات يتضح أن المحافظات التي كان فيها ثقل لتيار المستقبل شهدت هذا العدد الإضافي من المرشحين وهذا باعتبار أن الفراغ الذي تركه تيار المستقبل وهو يؤثر تحديدا في ثماني دوائر انتخابية من الدوائر الخمسة عشرة التي يعني اليوم يخد لبنان الانتخابات على أساسها في هذه الدوائر عدد المرشحين باعتبار أن هذا الفراغ وتشتط الأصوات التي كانت تصب فيما كان يسمى محدلة تيار المستقبل هي اليوم ستتوزع وبالتالي كان هناك اعتقاد أنه سيكون هناك المستقبل أيضا هناك مسألة حصلت في الانتخابات الماضية يعني فوز المرشح الأرمني في دائرة زحلة بسبعين صوتا وفوزه بمقعد نيابي دفع إلى ارتفاع عدد المرشحين عن هذا المقعد تحديدا أيضا المقعد الشيعي في جبال الذي كان يعني يشكله الراحل مصطفى الحسيني أيضا كانت بعداد أصوات نحو 200 صوت وقليل يعني وعدد قليل من الأصوات أيضا كان هناك هذا العام ترشح لأعداد كبيرة لهذا المقعد وبالتالي المسألة ليست كذلك المسألة هي في أن هؤلاء المرشحين يجب أن يكونوا من ضمن لوائح وعلى اللائحة أن تحصل على الحاصل الانتخابي وبالتالي يمكن الفوز لأحد المرشحين بأعداد قليلة ولكن ليست مسألة سهلة أو مسألة ممكن أن تحصل في كل مرة حصلت بسبب استثناء حصل في هذه المناطق تحديدا هذا فيما يتعلق بالأرقام والمرشحين أيضا فيما يتعلق بالقانون الانتخابي يعني السوء الفهم لهذا القانون المتعلق بمسألة النسبية يعني أوحى لي الكثيرين بأنه يمكن لهم أن يترشحوا مسألة أخيرة تتعلق بمسألة الترشيح الكثير من الأشخاص يعني يتمسح بترشيحهم لاحقا وهي تكون بمثابة لفت نظر ربما في الدورات المقبلة أن يكون يعني لديهم فرصة أكثر لأن يكونوا من ضمن اللوائح أو من ضمن الأشخاص للكتل الحزبية هل يمكن هذا العدد الكبير أو قريت أن يهدر الأصوات إذا يعني عن القاسم الانتخابي للمرشح طبعا يعني ممكن ولكن هذا يتعلق بمدى قدرة أولئك المرشحين من أن يكونوا ضمن لوائح انتخابية لا يمكنهم خوض الانتخابات بحسب القانون الانتخابي منفردين وبالتالي يجب أن يكون 40% من اللائحة يعني موجود العدد يعني عدد المرشحين على اللائحة 40% منهم موجود وبالتالي إذا لم يتم جمع لائحة بهذا العدد لا يمكن أن تقبل هذه اللائحة طيب أخيرا أريد أن أسأل بخصوص تيار المستقبل وغيابة هل سيكون هناك إفراز سياسي جديد واقع سياسي جديد نتحدث في مناطق كبيروت العاصمة أو التي كانت محسوبة على تيار المستقبل والآن مرشحون جدد هم يملؤون طبعا نحن تحدثنا وأنا قلت أن هناك ثماني دوائر في لبنان تتأثر بغياب تيار المستقبل بسبب الثقل الانتخابي ولكن اليوم ترشح بعض شخصيات تيار المستقبل وإن كان من دون أن يكونوا تحت اسم تيار المستقبل في بعض دوائر الشمال على سبيل المثال والعكار تحديدا يعني قد لا يسمح بهذا الفراغ الذي نتحدث عنه في المقابل في بعض المناطق هناك قوى أخرى ستملأ هذا الفراغ وعائلات في مناطق أخرى حيث مفهوم العائلي هو أكثر انتشارا فيما يتعلق بالانتخابات وبالتالي الأكثر تأثرا فيما يتعلق بغياب تيار المستقبل هو بيروت تحديدا وبيروت الثانية لنكون أكثر دقة يعني في هذه الدائرة أو في بيروت هناك ستة مقاعد ستة مقاعد سنة وبالتالي الفراغ الحاصل لم يستطح أحد أن يملأه حتى الآن ولكن هناك أيضا مسألة أريد أن أشير لها يعني يتم الحديث عنها في بعض يعني الأحاديث العالمية أو حتى السياسية أنه في حال غياب تيار المستقبل قد يتم الطعن بما يسمى في لبنان بميثاقية المجلس النيابي أولا المقاعد السنة سيتم ملؤها للمرشحين السنة وبالتالي سيكون هناك تمثيل ولكن إذا ما تم الحديث عن أنه لن يكون للقوة السنية الأكبر في البلد وهي تيار المستقبل مسألة الميثاقية التي تطرح دستوريا هي كانت دائما بين مسيحيين ومسلمين وبالتالي يعني لا يتم الميثاقية ليست بين الطوائف الثماني عشر الموجودة في لبنان أو المعترف بها في لبنان هي بين مسلمين ومسيحيين والمجلس النيابي يعني لا يزال يخذ بعين الاعتبار هذه المسألة ويتم انتخاب النواب على أساس الحفاظ على الميثاقية وبالتالي مهما وإن كان غياب تيار المستقبل هو قد يشكل حتى أحباط إذا صح التعبير عند بعض أو عند جمهور المستقبل وهو جمهور عريض في لبنان إلا أنه لا يمس بميثاقية المجلس النيابي أو حتى بميثاقية مجلس الوزراء المقبل من المفترض أن يكون هناك بعض الانتخابات مجلس حكومة جديدة في لبنان وطبعا في نقطة مهمة جدا أن هذه الانتخابات هي تأتي في فترة قريبة جدا تسبق الانتخابات الرئاسية وهي انتخابات قد تكون تمهيدية تمهيدية ليست بمعنى أن من سيفوز سينتخب الرئيس لأن المسألة في لبنان ليست مسألة أعداد قد يفوز حزب الله وحلفائه بالأكثرية النيابية ولكن مسألة انتخاب الرئيس في لبنان هي مسألة توافقية ولكن من دون شك أن مسألة اليوم إعادة الأحجام وقوة هذه الأحزاب وهذه الأطراف على الأرض إلى الواقع والخروج من حالة الأحلام والأوهام التي كانت سائدة هي ستعيد الحوار ومسألة التوافق في لبنان إلى الطاولة ويتم الحديث على أساس منطقي وعلى أساس أن فعلا هذه الانتخابات ستفرد أو ستعيد تثبيت واقع وبالتالي هي ليست فقط معركة انتخابات برلمان في لبنان إنما هي بالمجمل مثلا مراكة تتعلق بالهوية بهوية هذا البلد إن كان داخليا وإن كان كموقعه إقليميا ودوانيا ولذلك أطلق عليه بعض انتخابات الخيارات الزميلة وقاريد دندل شكرا جزيلا لك مديرة مكتب الميادين في بيروت مشاهدين مشاهدين هذه النشرة مستمرة من الميادين لكن بعد هذا الفاصل من جديد أهلا بكم والآن إلى المشهد الانتخابي في فرنسا هذه المرة حيث تحتدم المنافسة بين المرشحين الاثنين عشر للانتخابات الرئاسية الفرنسية المزمع عقد والجولة الأولى منها في العاشر من الشهر الحالي الرئيس الحالي مانويل ماكرون يتصدر استطلاعات الرأي وحظوظ زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبان ترتفع نتابع مع مريم عثمان أيام معدودة تفصل فرنسا عن الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية حملة انتخابية مكثفة للمرشحين الاثنين عشر للانتخابات التي تجرى في ظروف استثنائية تمر بها أوروبا الرئيس الحالي مانويل ماكرون لا يزال يتصدر استطلاعات الرأي الفرنسية ويتقدم على منافسيه في الانتخابات بنسبة عالية ووفق استطلاع أخير لمؤسسة إيلاب يسجل ماكرون حاليا نسبة 27% من نياتي التصويت متقدما على منافسته الأولى زعيمة حزب التجمع الوطني اليمني المتطرف مارين لوبان التي تتقدم بثبات وحصلت على 22% من نياتي التصويت وهو وضع يتيح لها التأهل إلى جولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع ماكرون في سيناريو مشابه للجولة الثانية من انتخابات عام 2017 مرشح حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلانشون يحتل المركز الثالث في استطلاعات الرأي الأخيرة بحصوله على 14% فيما يستمر مرشح اليمين المتطرف أريك زامور ومرشحة الجمهوريين فاليري بيكراس في التراجع بحصولهما على أقل بقليل من 10% من نياتي التصويت وفي تراجع ملحوظ أيضا عن الأشهر الماضية يروح مرشح حزب الخضر يانيك جادو مكانها ولم يستطع أن يتجاوز الخمسة في المئة من نياتي التصويت فيما تتراوح نسب المرشحين الستة الآخرين بين واحد في المئة وأربعة في المئة وهم يتأرجحون بين أقصى اليمين المتطرف وأقصى اليسار أيضا وعود اقتصادية وأخرى متعلقة بالبيئة والهجرة يطلقها المرشحون الأبرز للانتخابات فيما تشير استطلعات الرأي أيضا إلى أن الأزمة الأوكرانية فرضت نفسها في المشهد السياسي وأصبت في مصلحة زيادة حظ ماكرون الذي يتكل على حركه السياسي الدولي لحجب الأنظار عن الأزمة الداخلية التي استفحلت في فرنسا خلال السنوات الأخيرة وهي أزمات لا يوفر منافسه فرصة لاستخدامها في برامجهم الانتخابية عماد خياط محلل الميادين للشئون الأوروبية والعربية هو أيضا معنا في الاستوديو مرحبا بك عماد مرحبا محمد كيف تبدو الأجواء في فرنسا؟ يعني هناك وعود لماكرون لم يتم الإفاء بها لكن استطلاعات الرأي تضع ماكرون أولا لماذا؟ فعلا استطلاعات الرأي حتى الآن محمد تبقيه في صدارة المشهد الانتخابي لإمانويل ماكرون علما أن الأجواء تبدو وكاننا نعيش رتابة غير معهودة في استحقيقات انتخابية مماثلة كانت أكثر حماسة وفيها الكثير من الزخم السبب هو أن أزمة طارئة من الخارجي أزمة أوكرانيا فرضت نفسها على الحملة الانتخابية أو على الحملات الانتخابية لجميع المرشحين وباتت العنوان الأول ربما لأنها باتت تشكل هاجسا يؤرق الفرنسيين الناخبين لماذا؟ لأن الحرب باتت على أبوابهم هم الذين اعتقدوا منذ الحرب العالمية الثانية أن الحرب باتت في ملاعب الآخرين اليوم يشعرون بأن هناك قلقا أو يسودهم قلق كبير من المستقبل وبالتالي الهواجس أو المشاكل الآنية الملحة حياتية اجتماعية اقتصادية أمنية كل ذلك تراجع بعض الشيء إلى الخلف ما سمح ربما لماكرون بأن يتجنب الخوض في سجالات انتخابية وأن يجادل في قضايا وملفات ربما وعد بأن يعالجها خلال ولاية الرئاسية قبل خلف سنوات لكنه لم يفعل وبالتالي جاءت أزمة مؤكرانيا لتشكله منصة اعتلاها ومن ثم واصل البقاء في المشهد السياسي ومن هنا جاء أيضا انشغاله أو إعطاؤه أو حاول أن يطفي على نفسه صورة المنغمس كثيرا في قضايا دولية بعيدا عن القضايا الأخرى الملحة لكن هذا سيفزو حدين محمد لأن الأمر يمكن أن يرتد عليه يعني هناك حماسة وزخم من الحظهما لدى إمانويل مكروع المرشع وهو الرئيس الحالي الذي يقود فرنسا وأيضا الاتحاد الأوروبي في دورته الرهنة وبالتالي هذا الزخم وهذه الحماسة يلحظها أيضا يلحظهما الناخب الفرنسي الذي يشعر أن ماكرون خذله لماذا لم تتبدأ هذه الحماسة عندما كانت هناك ملفات طارئة ملحة في بداية عهده مع السلطرات الصفر مع القضايا الاجتماعية والحياتية الملحة وأيضا القضايا التي أثرت حول الهجرة الإسلام وطرحه لقضايا جاءت ربما لتحويل الأضار ربما حتى ملف كورونا حتى ملف كورونا جاء لساعده أيضا لأنه حد من تلك التظاهرات والتحركات لنحو عامين ومن ثم جاءت الانتخابات وبعدها أزمة أوكرانيا وبالتالي ليس هناك منتنفس وهو باعتباره رئيس الدولة يحاول أن يبدو بمظهر زعيم قادر سياسي قادر على إدارة بلف ساخن مثل الأزمة الأوكرانية علما أنه قام بوسطات بين كييف وموسكو كما نعلم جميعا لكنه لم يحقق فيها أي إنجاز وهناك أخفقات في الداخل لكن الحظ أحيانا يلعب دوره طيب مارين لوبان هل تشكل خطورة؟ يعني هي حضوظها أو هي قريبة حتى بالترجيحات من ماكرون؟ هي تتقدم بشكل لافت محمد يعني مارين لوبان زعيمة أو التي أخذت مسافة الآن باتبارها مرشحة عن التجمع الوطني اليميني المتطرف تتقدم بشكل لافت يعني 22% تقريبا الآن من نواية التصويت علما أنها كانت 17% قبل نحو 10 أيام هذه النقاط الخمس مهمة ولافتة في حين أن ماكرون يتأرجح خلال العشرة أيام الماضية كان ولا يزال في إطار 29 30 نقطة أو أقل من ذلك بقليل اليوم حدود 28 إذن لم يتحرك كثيرا في حين أن مارين لوبان منافسته تتقدم ويليها جون لوك ميلانشون عن حزب فرنسا الأبية أو غير الخاضعة الذي يتقدم ولكن بمطء شديد وبالتالي هذا يفتح الباب ربما أمام إمكانية أن تكون مارين لوبان المنافسة الثانية أو المنافسة الأساسية لإمانويل ماكرون في الدورة الثانية هذا طبعا كله مرهون بالمشاركة إذا لم يكن هناك من عزوف للناخبين أيضا طيب الآن سنتحدث عن العزوف بعد أن نتابع هذا التقرير وهناك احتمالية للامتناع المكثف عن الاقتراع في الانتخابات الرئاسية تتضخم كظاهرة احتجاجية في فرنسا بحسب دراسة حديثة أجرتها شركة إبسوس يمكن لخمسة وستين إلى تسعة وستين في المائة فقط من الناخبين التوجه للتصويت وبالتالي يمكن أن يتجاوز الامتناع عن التصويت حاجزة ثلاثين في المائة في العاشر من نيسان أبريل المقبل نتابع هذا التقرير لحسن عبد الله قد يؤدي الامتناع عن التصويت إلى حجب الضوء عن رئيس الجمهورية الفرنسية المستقبلي ويخشى القائمون على استطلاعات الرأي من مشاركة نصف الناخبين حتى ولو كانت الظاهرة ثابتة تاريخيا في الانتخابات الرئاسية لم تكن أسباب عدم الاهتمام المعلن عنها في هذه الانتخابات الرئاسية الجديدة هي نفسها في الدورات السابقة فمع انتشار وباء كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا تكافح الحملة الرئاسية لتثبت نفسها في الحياة اليومية للفرنسيين كما ان رفض التصويت لا يزال يلوح به كسلاح احتجاج من قبل العديد من الناخبين المحبطين بالنسبة لمدير الدراسات في إبسوس ماثيو جالارد فانه لا توجد قضايا قوية في هذه الحملة تؤثر على الفرنسيين في حياتهم اليومية قد يفسر اضطراب الناخبين من اليسار واليمين المنقسمين تاريخيا ايضا احتمالية الامتناع الكبير عن التصويت وفي مواجهة تهديد الامتناع عن التصويت كما جرى في الانتخابات الاقليمية الاخيرة تبدو الطبقة السياسية عاجزة للغاية وتجلى ذلك في رد فعل امانويل ماكرون ودعوته الاعلام الى لعب دور فعال لتفادي مأساة محتملة مع وصول التوقعات الى امتناع قد يتجاوز الثلاثين في المئة في محاولة لوقف هذه الزيادة في الامتناع عن التصويت وللتوفيق بين المواطنين وطبقة سياسية فقدت مستقيتها بحسب ما جاء في الدراسة طلبت الحكومة منذ فترة من البرلمان القيام بحملة عالمية وتقديم اقتراحات جاءت متأخرة ولم يعمل بها خبير استطلاعات الرأي ماثيو جالارد يرى ان هذه الازمة بحاجة الى مزيد من الديمقراطية التشاركية والمباشرة التي يشعر الفرنسيون من خلالها انهم يشاركون حقا في صنع القرار ووجوب ان تكون الجمعية الوطنية ايضا اكثر تمثيلا للمجتمع عن طريق نسبية طيب الان وبالعودة لعماد خياطل نتحدث بالزخم من قبل المواطن الفرنسي قبل كل شيء ما هي اولويات الفرنسي قبل الانتخاب ماذا يريد؟ الاوضاع المعيشية كانت تفرض نفسها يعني هناك ارتفاع في الاسعار سبق ازمة اوكرانيا وازمة الطاقة التي ادت طبعا في موضوع امدادات الغذاء والسلسلة الامدادات الى ارتفاع ايضا في الاسعار هذا كله سينعكس على حياة المواطن الذي يخشى من ان يتأثر كثيرا بهذه الازمة هو الذي كان ايضا يعاني قبلا من تضخم الى حد ما ومن ارتفاع في بعض اسعار المنتجات مما كان يحض من قدراته الشرائية وبالتالي هذه احدى النقاط المهمة اضافة الى موضوع الاجراء الذي اثير كثيرا داخل فرنسا خلال العهدة الراهنة لامانويل ماكرون قبل ان تخفط الاصوات الى حد كبير ربما الاعتبارات اخرى بعدما جرى تسيس الموضوع وادخاله واقحمه في موضوع الاستموفوبيا وتحميل المسلمين في فرنسا مسؤولية مشاكل ليس لهم اي علاقة بها ولكن هي تراكمات لسياسات فشلة ادارتها حكومات متعاقبة في فرنسا الهم الاخر هو هم المستقبل يعني النظر ربما موضوع التقاعد التقاعد شيء يشغل الفرنسي كما الاوروبي كما الغربي باعتبار انه يريد ان يتأكد ان هناك ثمة حياة لائقة له ستكون بعد تقاعده بعد خروجه من دائرة عمل لانه العمل متعب على مدى سنوات كثيرة وبالتالي هذه هي النقاط التي تراجعت كثيرا ولا نلحظها اليوم يعني هناك رتابة كبيرة في الحملات الانتخابية هذه النقاط مغيبة أساسا ولا شيء حتى ماكرون الذي كان يتوجه عليه أن يقدم على الأقل اقرار أو بعض انجازاته والذي أخفق بالكثير من النقاط لم يقم بذلك وقام بمجرد مهرجان انتخابي يتيم واحد لإدراكه أن الناس منشغلة بقضايا أخرى وهي القضية يعني أزمة أوكراين التي فرضت نفسها وفرضت نفسها أيضا على الآخرين وجعلت بعض المشحين يعيدون حسابتهم ويعدلون من خطابهم ومواقفهم أيضا تجاه روسيا كما مارين لوبان أو إيريك زيمور مرشح اليمين المتطرف الذي تراجع إلى المرتبة الرابعة أو الخامسة يتأرجع هو فاليري بيكراس لاعتبارات كثيرة يعني بعدما كان البعض يتوقع ربما أن ينافس إمانوان ماركو في الدورة الثانية طيب قضية غلاء أسعار الطاقة هل يمكن أن تمثل مصدر خوف وقلق للمواطن الفرنسي؟ تأكيد بالتأكيد كنا نتحدث عن هذه حالة كحال الأوروبي على الصعيد الأوروبي في نهاية الأمر يعني كله سيرتفع والقدرة الشرائية وفي الوقت الذي تستقبل فيه فرنسا مزيد من اللاجئين من اللاجئين يعني هنا كما يقولون في المثل اللبناني تروح السكرة وتيجي الفكرة هناك مئة ألف لاجئ أوكراني أعلنت فرنسا عزما استقبالهم كيف ستؤمن لهم كل هذه الإمدادات ما هي الوظائف التي سيأخذونها وهل ربما سيحلون محل فرنسيين ربما ويقبلون بمرتبات أدنى وبالتالي هذا سيحدث خللا اجتماعيا يضاف إلى سلسلة المشاكل الموجودة في فرنسا وهذا أنا شبه متأكد أنه الولاية الثانية إذا كانت لأمانويل مكرون ونجح في أن يفرض نفسه علما أنه نقاط بعض السطلعات ترجح هامش الخطأ بين 1 و 3.5% في الدورة الثانية وهذا يعني أنه بين 22 و 28% هناك 6 نقاط ربما قد تتأرجح المعلومة مع الإشارة أيضا نقطة أخرى لأن فرنسا لم تستعد بعد حتى الآن لانتخاب سيدة لرئاسة الجمهورية وهذا ما يقلل من فرص انتخاب مارين لوبين حتى الآن من وجه النظر محلل الميادين بالشؤون العربية والأوروبية عماد خياط شكرا جزيلا لك مشاهدين الآن نذكر بأبرز ما كان في هذه النشرة من عنوين واشنطن تعتزم فرض مزيد من العقوبات على روسيا دول أوروبية تطرد دبلوماسيين روسا على خلفية قضية بوتشا وموسكو ترد لن نقف مكتوفي الأيدي طهران تحمل واشنطن المسؤولية عن توقف مفاوضات فيينا وتؤكد أنها لن تنتظر إلى الأبد لإحياء الاتفاق النووي حخامات متضرفون يقتحمون الأقصى والفلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال في باب العمو حاكم مصر في لبنان ينفي إفلاس البنك المركزي ويؤكد أنه يمارس دوره رغم الخسائر في القطاع المالي احتدام المنافسة بين 12 مرشحا إلى رئاسة فرنسا ماكرون يتصدر في طلاعات الرأي وحظوظ مارين لوبان في ارتفاع دائما الميادين دوت نت باللغات العربية الإنجليزية والإسبانية للمزيد من الأخبار والتفاصيل في أمان الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة